خلفية الخلاف بين فرنسا والجزائر وتداعياته قبل 1830 ميلادي ثالثا حادثة المروحة 29 أبريل 1827 ميلادي بين دائل جزائر حسين والقنصر الفرنسي دوفال الحلقة الحادي عشر من سلسلة موطف الدولة العثمانية من الاحتلال الفرنسي للجزائر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأعطون مصدر ومرجع المعلومات ثالثا حادثة المروحة 29 أبريل 1827 ميلادي قبل الحديث عن تفاصيل السبب المباشر الذي اتخذته فرنسا تذريع لغزو الجزائر ينبغي علينا التعرف على الشخصيتان البارزتان في هذه الحادثة أدى حسين والقنصر الفرنسي بالجزائر دوفال أرى الرغم من أنه لا توجد لحد الآن سيرة ذاتية جدية عن الدي حسين إلى أن العديد من المؤرخين تحدثوا عنه فيذكر ألتر أن الدي حسين ولد عام 1779 ميلادي في مدينة دينزالي جاء إلى الجزائر مع أخيه وعمل في صيد السمت بعدها التحق بالجيش الانتشاري وترفع حسب التسلسل إلى أن أصبح خوجة الخيل وعندما كانت داي علي خوجة على فلاش الموت أوصى بإسناد منصب الداي له رغم رفضه في البداية استلام المنصب لأنه طبيل في النهاية ولد إعلانه القبول أطلقت المدفعية إذن باستلامه المنصب الجديد كما جاء فالرامان من إسطنبول لتأتي ذلك التنصيب كانت داي حسين قويا ومتينا وفعالا وعادلا وهو طاسي وصل في إجراءاته يمكن أن نكمل ملامح شخصيته بالاعتماد على أرى بعض الشخصيات التي عصرته وتانت لها علاقة مباشرة به فشريف الظهر يشهد على أنه تانى قوي النفس لا يتزعزع لعظام الأمور ولا يتعضعظ لنوايب الظهر وأما سيرته في أهل البلد وأهل مملتته فقد سار فيهم سيرة حسنة لم يسرها من تقدمه من لين الجانب وسهولة المجاب والعفان الجرائم والصفحة لنزلات والتفعن الدماء والمحارم ورفع الظلمات وتفقد أحوال الضعفة وتانى تقيا محبا للصالحين ولمن انتسب إليهم حتى إنه تانى يختر بأهل البدى فيحسن اعتقاده فيهم ويكرمه ويستبشر بمقالاتهم وتانى الواجب عليه التغيير على أهل البدى وزجرهم على فعلهم الطبيح ومخالفتهم للسنة وتانى يلتزم أحتام الشريع المطهرة هذه الشهادة من الظهار يمكن أن ندعمها بشهادة حمدان خوجا الذي يقول عن آخر دايات الجزائر أنه كان رجلا عالما وشجاعا وحتيما أما التونسو الأمريكي شالير يعترف هو الآخر أن الباشا حسين ارتفع إلى درجة من الاحترام القوة الأخلاقية لم يصل إليها إلا القلائل من الدايات السابقين له في حين أجاب بن سمون مسيرة طنسولية توستان في الجزائر عندما سئل عن الداي حسين من طرف جانتي دوبوسي أجاب بهذا الوصف لم يكن الداي حسين متسلطا تسابقه كان طيبا وديعا فخورا وشجاعا لا يتخذ طرارا شخصيا بل يفضل تارفصل الخصومات والنزاعات للعلماء كان ناشطا وقادرا يريد معرفة كل شيء ويقدر الأمور بنفسه ويختلف من هذه الزاوية عن سابقه الذين يعتمدون دائما على وزرائهم الذين يتأثرون بالإيطار وبالتالي يميلون إلى الظلم إلى أن ما شواه من هذه الصفات الحميدة هو عناده وتصلبه وهذا ما أدى إلى إفلاسه هذه الشهادات المقدمة حول رجل طالما أتهم بأنه متعصب ودموي وهمجي والأهم رئيس للتراصنة تعبيرا عن تصرفه مع القنصل الفرنسي دوفال هذا الأخير كان ابنا لمترجم فرنسي كان يعمل في الصفارة الفرنسية في اسطنبول وقت تولى جميع مهامه القنصلية في القنصوليات الفرنسية بأسيا الصغرى ويرشى الأندري جوليان أن دوفال من مدينة بيرا كان الرجل المناسب للقيام بالعمل الداني الذي بدر منه إذا أنه كان يعتبر لدى الجميع في مرايف البحر الأبيض المتوسط رجلا معتوها يمكن أن يشتبه بأمره فهو رجل ذو خمسة وخمسون سنة يتمتع بخبرة كبيرة فيما يخص البلاد الإسلامية يتكلم اللغتين التغطية والعربية بطلقة أما معتاد على السلوط المغتال منذ رعان شبابه كما يتمتع بمرونة وخصة في الاستنفاء وحس في تدبير الدساس والقدرات الدبلوماسية على حد سوى أما شيرا الذي كان لا يزال يشتغل وظيفته عندما استعمل مادوفال منصبه تطرنس الفرنسي فيقول عنه مع نهاية 1815 ميلادي قدم إلى مدينة الجزائر أحد عوان أمراء الذين أعيد لهم عرشهم منذ ذات الحين تم انتهاج نظام غيم معقول من الامتيازات المفلسة إزاء القرصنة والمعاملات التي لا تشرف الأمة العظيمة والقوية وبذاية انحطى الطابع الذي يميز فرنسا وانتقص من مصداقية السياسة لدرجة أنه من البغيض استيراد تفاصيل هذه السفرات المطرفة هذه إذن الملامح العامة للشخصيتان من خلال أراما تعاملوا معهم ولنا أن فما بعد ذلك جانب من حقيقة اليهانة المسعومة الموجه من طرف شخص تدي حسين إلى شخص تترنسل دوفال الذي منذ تعيينه تترنسلا بمدينة الجزائر توليفا رسميا بطمانة الدائر خصوصا فيما يتعلق بديون البتري فاستغل موطيه تترنسل وعمل على زازعة العلقات الجزائرية الفرنسية وقد اتفق مع بتري على تفعيل تضيئة الديون في فرنسا وتانى ينوي أن يستولي مع بعض أصدقائه على هذه المبالغ في حين أنه تانى يجدد الوعود للدائر بتسليمه إياها وعندما أعلن يعطب بتري بأنه قد دفع بعض النرود إلى الترنسل الفرنسي فقد الدائر الثقة تماما في القنصل وبعث برسائل إلى فرنسا يطلب فيها باستدعاء قنصلها وتسليمه الدين كان الدائر لا يزال في انتظار رد على الرسائل التي بعث بها إلى الحكومة الفرنسية حول قضية الدين عندما قديم القنصل الفرنسي دوفار في 29 أبريل 1827 ميلادي عشية عيد البرم إلى قصر القصب لتهنياته كما جرت عليه العادة فجرى حوار بينهما باللغة التوقية مباشرة وبدون مترجم تمحور أساسا حول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وحول شكوى الدائر فيما يخص عدم تلقيه الرد على رسائله بخصوص دين بكري وانتهى بمشهر ضربة المروحة تعددت الرواية التي أرخت لحادثة المروحة ففي الورطة الذي صورها بعض المؤرخين على أنها رد فعل طبيعي من شخص مثل داي حسين على استفزاز لفظه من قبل القنصل دوفار صورها البعض الآخر على أنه يهانة عظيمة للشرف الفرنسي المتمثل في شخص قنصلها استنادا إلى روايته الشخصية للحادثة رغم تماطله في تحريرها ورفعها للحكومة وهذا ما حمل شال أندري جوليان إلى القول بأن القنصل على ما يبدو لم يستوعب اليهانة بسرعة ولم يتطرر في تطرير الذي أعده إلا في نهايته كإعلان متأخر إلى البعد الوطني وما ترتب على ذلك التصرف من رض شديد فالقنصل الفرنسي دوفار يؤكد في روايته أنه استقبل شخصيا من طرف الداي في الوقت الذي تؤكد فيه باقي روايات وفي مقدمتها رواية الداي حسين نفسه والموظفين السامين الجزائرين والتناصل لجانب الأوروبيين أن المشهد وطع أمام حجد من الحضور هذا هو يظهر الكثير من المؤرخين تحفظا كبيرا على رواية دوفار وفي مقدماتهم المؤرخ الفرنسي داربير الذي اعتبره مجرد تبرير الغزب باعتباره عطابا للداي بطوله فحتى لو كان هنا تداعي لدى الداي للشتوى من التونسل دوفار وهي شتوى لا يمكن طبولها بحال فما كان عليه أن يضربه بالتالي حسب داربير يحط للتونسل دوفار الشاب العرعى أن يشتم شيخ المسين رئيس الدولة في عاصمته بل وفي تصره ويوم عيد وأمام حاشيته والسالة الدبلوماسي فضلا عن الموضوع نفسه وهو رفض فرنسا لتسديد الديون والتي ليس للداي حسين أن ينفعل ولا أن يرد الفعل بل كان علي أن يقبل الإهانة ويسرد أما داي الجزائر فتقدم رواية عطابلس طواف رسالة وجهة للصدر العظم للخلافة العثمانية يوم 18 ديسمبر 1827 للادي يوضح من خلالي أن السلط وألفاظ القنصل دوفار المستفز هي التي حملته على التصرف هاتبة وهذا ما تؤكد عليه شهادة حمدان خوجة حيث يورد في كتابه المرآة أن جواب السيد دوفار كان في منتهى الوطاح إذ جاءت الآتي إن حكومتي لا تتنازل لإجابة رجل مثلكم ويعلق في نفس الورد أن الداي كان من الممكن أن يتون أرثر تسامحا مع القنصل لولا تواجد حاشيته ما جعل الداي يشعر بالإهانة ولم يستطع تمالك نفسه فضربه بالمروحة المصنوعة من سعف النقض ضربة واحدة هاتذا إذن كان ضربة المروحة تأيسى لرجل في حجم داي الجزائر نتيجة استفزاز أوحية به لدوفار من طرف البارون دي داماس والمؤتد إذن أن الحادثة تم اختلاقها لتبرير خطة العدوان على الجزائر التي وضعت مسبقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد